أقل؟ إذن مرة أخرى نرحب بكل الحاضرين اليوم بمؤسسة محمد الوديع الأسفي قافلة سلمة الطرقية الآن تواجدها بالمؤسسة مديالكم واشتموا فرحانين؟ ما اسمعتش مستيان فرحانين؟ إذن بمناسبة سلمة الطرقية واليوم الوطني بسلمة الطرقية تنظم جمعيات المجتمع المدني بمنطقة العيدة وبمدينة سلا عمتان قافلة السلمة الطرقية بالمؤسسة التعليمية الانتدائية واليوم أنتم كأطفال بالمؤسسة حاضرين معكم جمعيات المجتمع المدني باشي عزموكم إن شاء الله السلمة الطرقية إذن خاصة قاملت المتفقة حرارة المجتمع المدني قبل ما أعطوه الكلمة مؤسسة الجمعيات المجتمع المدني حالياً غريل أعطوه الكلمة للمدير المؤسسة محمد الوديع العسفي طريقة عبدالله شكرا إفادة الغابر بالمختصر المفيد شكراً السيد رشيد الشكر موصول لجمعيات المستمع المدني العاملة بقطع القدس وبسانع عموماً نشكرهم على التواجد هذا اليوم الوطني بالسلامة الطرقية نشكر أصلاً كذلك رئيس جمعيين الأباء نشكره كذلك ملك المنظر على المجهودات بقيمة دير المجبارة كذلك الطاقم التربوي الأساسي دور الأستاذات لتوما حرصوا على إنجاحها اليوم بجميع المقايز اتفقد على الأن الوطني ودائماً خدمة شاك آه زيد 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 هنا يقف 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 كده يبا 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 يلوز يلوز رجالي شواء يليكم حضوركم اليوم بمؤسسة محمد الوديعي الأسافي مناسبة اليوم السلامة الطرقية جئنا للمؤسسة الوديعي الأسافي لنضروا التوعية بسلامة الطرقية بين سلامة المؤسسة ونسيجون لحضورنا مع جمعيات المجتمع المدني وذلك المقطعات الآن كما تعرف الجميع بأنكم طمام من الجمعيات النشيطة داخل منطقة العيادة. شنو الأنشيطة نتديرون كجمعية؟ الحمد لله من جمعية النشيطة هنا في مقاطعة العيادة ومجاهدات الجامعة منذ أنشيطة أننا نديروا كفالة اليأتيم والتكافل الاجتماعي بالإضافة أننا نديروا دروس الدعم بالمجال. بالإضافة أننا نعطينا المقر الجمعية دينا يعني الأورش بكون أننا كانت مؤسسة تعليمية هنا في مقاطعة القدس غير مجهزة من ناحية البناية وطوعنا وعطينا المقر الجمعية لكان مرسو في الأورش بالنسبة للمستفيدين وبالنسبة للتنمية أبو بكر الصديق الحديقة وديل وديل عسافي والحمد لله أعطينا نتائج مرضية أستاذة اليوم كما تحتفلو بالعيد الوطن عيد العالمي من ديال السلامة الطرقية أريد رسالتك لكل أطفال بالمؤسسة الرسالة بمناسبة اليوم العالمي للسلامة الطرقية وهو أن نقص لأطفال ويردوا بالهم يريدون أن يقفوا الطريق وهذا الشيء يكون على الطريق التوعية لذلك كان مرحبوا بها أنهم يعني يشوفوا يهمينوا الشمال أنهم يحفظوا على السلامة لهم يعني يكونوا تلمسوا ليد الأباء لأنهم يساعدوهم ويوعيوهم ويقفوا الطريق وهذا الشيء اليوم تتحساف له قفلات السلامة الطرقية بمؤسسة محمد الوديع الأسفي الغرض منها الغرض منها هو التوعية والتحسيس كذلك للأطفال باش يفهموا ويعرفوا ماذا يفهموا يفهموا لأن الطريق فيها خطر كبير وبالتالي يفهموا لا يحترموها لأن الهدف هي السلامة لهم هي السلامة الأولى على السلامة للصائقين ماذا أخ اسماعيل ماذا ينسيجم بينك ومن السلامة ماذا يسر بحكم أنا مدرب في الأحياء ومتمنى هذا الموضوع يكون له قلسة معكم إن شاء الله لأن لدي عدري صغار يعني تقريبا هم العمل وهم البلاسة اللي كلقى فيها راحتي من 2012 وحنا في هذا الميدان وكنت مننا ونزيدوا ونزيدوا ونقرأوا ونخدموا ونحسن إن شاء الله بإذن الله شكرا الجريدة تمتيل شخصي رشيد والهدف لي أن هذا جريدة دائما مجانية للجمعيات وشكرا جزيلا من القفلة للسلامة الطرقية الغرض هو أن وصلوا الفكرة والمحلومة والوليدات الذين يعيشوا المشاكل في الطرق بأن طريق هنا بقى شوائية بحل تقول مجال القراوي من أشياء نحن أصلي أن مجال من أصلي عن أن يجب أخ السير النجاح الداخل القطاع القدس ومكتفة من المنطقة ما هو السر النجاح لكم؟ السر هو أننا نحن نعيش في هذه المنطقة وولد هذه المنطقة وغيرين على هذه المنطقة يعني نريد أن نصل أي معلومة أو أي فكرة اللي ولدت ديالنا بحكم أننا نعيش في هذه المنطقة نريد أن تكون مستقبلاً يخرجوا مننا أجيال اللي في المستوى في إطار اليوم الوطني للسلامة الطرقية ما هو رسالتك اللي يمكن لك أنك توصلها لكل المغاربة وبالأخص مؤسسات محمد الوديع الآسفي رسالتي اللي نبغي نوصل لهم أنا مكون أستفدوا معانا من هاد العرض اللي قمنا بينا اليوم وحنا قمنا بها بجميع المؤسسات تعليمية اللي تابعتها بمقاطعة الهيدا بغينا الفكرة والمحلومة توصل باش الوليدات ما يبقوا شي حاني ومشاكل ديال الطريق حيث احنا دزنا من هاد الفترة ولكن بغينا هذا الوليدات ديالنا ما يدوزووش من هاد الشي اللي يزنمنوا احنا يكونوا صبرك الله عارفين وواعين ما يعجووش الآباء ديالنا اليوم الغالات من هاد قافلة السلامة الطرقية أرزيز بن رحمة الرحيم شكرا لأخ راشيد بجدد افادة فكباقي المؤسسات وهذا يوم موطني لتحسيس في السلامة الطرقية فكان نضمون الولدات أولا كان عرفهم تقافة طريق مخاطر طريق والسلامة كيفاش يقطعوه كيفاش يتعاملوه مع السيارات مع ممرت الرجلين فهذه تقافة وهذا الدور المؤسسات والجمعية المجتمع المدينة تمهم مشكورين كيقوموا بعد الحملة ويرها مفيدة للأطفال وكترسخ عنهم التقافة للطريق لأنها مخاطر طريق صعيبة وكبيرة وخص وأكبر ضحايا دي لهم الأطفال فهنا كان ناخدوه البادرة كبا قيادة ومشكورين للإخوان للجمعية للمجتمع المدني في مقاطعة عيدة اللي تل مقاطعة درتوا حد البادرة طيبة أطراط الجمعيات علموهم كيفاش يقوموا بدل حملة فديهم جموعة من الجمعية المجتمع المدني رهم قايمة بالدور دي لهم وكذلك بالأوطور للأسديدة والسيد الموجي جمعية آبا فالكل توصلحة الوليدات الكل من أجل أبناء ورجال غدهما درسنا نخوموا بشي حاجة اللي تفيدهم الأسدادة الغرض اليوم من القفيلة الغرض منها هو توعية الأطفال بأهمية سلامة طرقية وأن السلامة الطرقية مسؤولية مشاركة ما بين المدرسة والمجتمع المدني والأسرة شنو واحد قد يا أسدادة بأنك انتي عندك واحد تواصل كبير مع التلاميدي بديانك شنو السير السر ديلة تواصل نطلق من التجربة دياننا في مجال التعليم لأزيد من 6 سنوات يعني تعلمنا من طريقة المدينة كيفية التعامل مع الأطفال بالخصوص مع الأطفال التعليم الإمتدائي رسالتك لكل مغاربة في إطار اليوم الوطني للسلامة الطرقية واليوم العالمي شو رسالتك ليوم؟ الرسالة ديالي هي أنا في النظر ديالي أن هذه المسؤولية مشاركة كما سبق لي وقلتها مشاركة ما بين الأسرة لأن الأسرة تحاولت وعي الأطفال ديالها بخصوص إشارة المرور مثلا في الشارع العام كنلاحظو أن الأطفال ما فهميش إشارة المرور ما فهميش مثلا كيش على الطوء الأخضر خصوص الراجلين يمروا وعندها مثلا الضوء الأحمر خصوص سيارة توقف يعني تكون توعية في المدرسة وفي المجتمع والأسرة رسالتك الأخيرة قولوا من بغة وصلها في هذا اليوم العالمي للسلامة الطرقية في هذا اليوم العالمي للسلامة الطرقية كانت مننا من الأسرة والمجتمع المدني والمدرسة يتحدوا جميعا من أجل توعية الأطفال اللي هم شاباب المستقبل من أجل تجنب حوادث السير اللي تؤدي إلى وفايات وعندة خصائر مادية وبشارية التوعية عندنا يوميا أنا والزمالة وزميلة ديولي في المؤسسة التوعية تكون يوميا لا يمكن أن تكون مدرسة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في الحصة الدراسية دياله الضروري يوميا كنوعيو التلاميديا ونحاول ننسى مفتر بيدي لهم بذلك الشي اللي قدرنا علي الله شكر السيد المدير ورئيس جمعية الآباء السيهيشام وسيدة فاطمة رئيس الجمعية النساء المتحدات نشكرهم ونشكر الأستاذات وزميلة ديالي في المؤسسة وكذلك الأطفال وأولياء الأمور اللي سهموا معنا باللافيتات بالبوحوت اللي هيئة مع الأطفال ديالهم ونشكر جميع الأستاذات في المؤسسة على التنصيق والتنظيم والتوعية في هذا اليوم وفي الأيام التراثية الكاملة شكصت الصحافة والناس اللي مكلفين بالتصوير والأي واحد اللي سهم في هذا الناشط بطريقة مباشرة أو طريقة غير مباشرة في لات السلامة الطرقية شون الغرض مننا؟ الغرض مننا هو نحمي الأطفال الصغار بكيف يقطعهم الشريع بكيف يجنبوا الأعراض تنظيم خلال الحوايجة كبيرة لذلك ينبعوا أنهم من الصغر ليتعلموا بكيف يتم حد قمت وهنا نريهم بكالات وناس بيمونين يقوم بيرماء إذن أنت كشاب منتيجة حماس وتفايل كيف تفاعل الأولدات اليوم كان تفاعل جيد وممتاز جدا ماذا هو السير؟ أنا تعتبر من الصغري تمني واخذ صغير لم يكن يقوموا بالأجهزة لم يكن كتابة للأجهزة ومع ذلك التي قمت بها واء اعجبتني محاولة ومنه نشط عن أجهزة تجري في هل تمت لي ماذا أرسلت على كل شباب كيف أجهزت عليهم؟ أرسلت عليهم أن أروقهم بالأغلبية كي لا يقوموا بأي شيء لا يتمكن من الأمر او لا يدروا يعمروا بعد الوقت فارغ ديالهم الدراسة ديالهم اهم حاجة هي الدراسة وامورة اللي كانوا انشيطة والخدمة ودروري ما والخدمة ودشي شكرا للسيرات وشكرا للإداءة الإفادة اللي خلتني نظرهم فيها